قال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية دكتور نواف العجارم أن الامتحان الأول لطلبة الثانوية العامة سار كما هو مخطط له ودون ورود أي ملاحظات حول الأسئلة التي جاءت جميعها من داخل المنهاج مشيرا إلى أنه تم منح طلب وقتا إضافيا مدته عشر دقائق زيادة على الوقت المحدد وأشار العجارم إلى أن الامتحان لقي ارتياحا كبيرا من حيث طبيعة الامتحان والمدة الزمنية إضافة إلى الاستعدادات والتجهيزات التي وفرتها الوزارة في قاعات وغرف الامتحان وبحسب خطط الوزارة يتوقع أن يبدأ صباحا يوم غد الأربعاء تصحيح امتحان دفاتر إجابات الطلبة عن امتحان مبحث التربية الإسلامية هذا وأكد عدد من الطلبة أن مستوى الأسئلة تباين بين السهلة والمتوسطة وأوضحوا أن الوقت كان كافيا وأن الأسئلة راعت قدرتهم الامتحان كويس وإن شاء الله ننجح لكل في الشيء أي شيء وكل من جوال الكتاب ونطمن الجميع إن شاء الله النجاح الامتحان متوسط لسهل فيه كم سؤال مباشرات بس الحمد لله الامتحان متوسط الامتحان سهل يعني ما فيش فيه صعوبة إلا يمكن سؤال سؤالين بس الامتحان بالنسبة لي كان جيد متوسط بالنسبة لي كان اليوم امتحان كثير سهل ورعوا القدرات يعني والفروقات والحمد لله يعني امتحان سهل كان ترجمة نانسي قنقر